الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب صحابيات في مدرسة النبوة واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي الزوجة الثالثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق أولا المبحث الأول التعريف بها رضي الله عنها وتاريخ الزواج المبارك وعمر عائشة رضي الله عنها هي عائشة بنت أبي بكر الصديق وأبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي كحافة رضي الله عنه وعن أبيه كحافة واسم أبي كحافة عثمان بن عامر ابن عمر بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مر ابن كعب ابن لؤي وهي كرشية تيمية أي من بني تيم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أمها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هي أم رمان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس رضي الله عنها عائشة أفقه نساء الأمة على الإطلاق هي المبرأة من فوق سبع سماوات هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ممن ولد في الإسلام أي لم تولد عائشة إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ولدت في الإسلام قالت رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين أي الإسلام قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار بكرة وعشية عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في شوال بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست أو سبع سنين وهاجرت إلى المدينة فبنى بها في شوال أيضا في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين رضي الله عنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها كانت عنده أكثر من تسع سنين مات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة وعاشت بعده دهرا طويلا كما سيأتي معنا إن شاء الله فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه عائشة رضي الله عنها مسندها روت عن نبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثا وانفرض البخاري بأربعة وخمسين حديثا وانفرض مسلم بتسعة وستين حديثا فائدة الحميراء هي عائشة رضي الله عنها بعض العلماء أحباتي في الله قالوا أن ذكر الحميراء لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم منهم الذهبي رحمه الله وابن القيم رحمه الله قلت هذا وهم وخطأ من الإمامين الجليلين رحمهم الله فعن عائشة قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظر إليهم فكلت نعم فذكرت الحديث قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا الحديث وكذلك صحح الألباني والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى إذن ثبت ذكر الحميراء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا حميراء والحميراء هي المرأة البيضاء في حمرة أي امرأة جميلة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها فائدة أخرى أم رمان بنت عامر رضي الله عنها هي أم عائشة كانت امرأة الحارث بن سخبرة وهو من الأزد قابلة الأزد فولدت له الطفيل بن الحارث وهو أخ عائشة لأمها قدم الحارث بن سخبرة إلى مكة ومعه امرأته أم رمان فحالف أبا بكر الصديق ثم مات الحارث فتزوج أبا بكر أم رمان فولدت له عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر أسلمت أم رمان رضي الله عنها بمكة قديما من المسلمين الأوائل وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده وآل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وكانت أم رمان امرأة صالحة كانت امرأة صالحة وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولها ذكر في حديث الإفك وغيره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ذكر حديث الإفك تاريخ الزواج المبارك وعمر عائشة رضي الله عنها قالت تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت ست سنين وفي رواية بنت سبع سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا أي تسع سنوات الروايات التي جاءت عن عائشة أنها تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم أي عقد عليها وهي بنت ست سنين وفي رواية سبع سنين قال النووي الجمع بينهما أنها كانت لها ست وكسر في بعض الروايات اقتصرت على السنين وفي بعض الروايات عدت السنة التي دخلت فيها أي بنت ست سنين أو هي بنت سبع سنين لكن الذي لا شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت تسع سنين وتزوجها في شوال وعقد عليها في شوال وبنا بها في شوال أيضا تقول عائشة فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني أي أحب عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها أي في أهلها في شوال وكانت العرب في الجاهلية يتشاءمون من شهر شوال فعائشة رضي الله عنها تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنا بها في شوال وكانت من أحب نسائه بل هي أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا لذلك تقول قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيهما كنت ترتع بعيرك أي شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها في أي شجرة كنت يا رسول الله تترك بعيرك قال في التي لم يرتع فيها أي التي لم يؤكل منها شيئا فعائشة رضي الله عنها تنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها المبحث الثاني معنا اليوم إن شاء الله تعالى قصة عقده على عائشة أم المؤمنين عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال لما هلكت خديجة أي ماتت جاءت حولة بنت حكيم إمرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله ألا تزوجوا قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول قال فاذهبي فاذكريهما علي مر معنا أنها كيف دخلت على سودة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فدحلت أولا كما جاء في الحديث بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة قالت وماذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي فجاء أبا بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة قال وماذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي إليه فقول له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فرجعت خول رضي الله عنها فذكرت ذلك له قال انتظري وخرج لماذا قالت أم رمان إن مطعم ابن عدي وكان رأسا من رؤوس الكفر أنا ذاك ومات على الشرك قد كان ذكرها على ابنه أي خطبها لابنه فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر فدخل أبو بكر على مطعم الآن عائشة كانت مخطوبة لاحظوا المطعم ابن عدي ذكر عائشة لابنه أي خطبها لابنه فدخل أبو بكر على مطعم ابن عدي وعنده مرأته وهي أم الفتى فقالت يا ابن أبي كحافة أي المرأة لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك تقول أي إن تزوج ابنتك لعله يدخل في دينك قال أبو بكر للمطعم ابن عدي أقول هذه تقول أي أنت تسمع ما تقول قال إنها تقول ذلك أي أنا أكرها على ذلك فإذن كأنه سحب مسألة الخطبة فهنا خرج من عنده أبو بكر وهو سعيد وهو مصرور وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته أي وعده التي وعده فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته فزوجه إياها قالت وعائشة يومئذ بنت ست سنين هذا هو العقد الذي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وعائشة بنت ست أو بنت سبع سنين كما مر معنا المبحث الثالث في شوال من السنة الأولى من الهجرة على الصحيح بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة وهي بنت تسع سنين تقول عائشة رضي الله عنها تزوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بن الحارث ابن الخزرج قالت فوعكت أي أصابها الحمى فتمرق شعري أي نزل قالت فوفى جميمة أي بدأ في يعني الشعر يعني يزيد ويطول ثانية بعدما نزل من الحمى قالت فتفرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحة أي الأرجوحة التي يلعب بها والبنات والصبيان قالت ومعي صواحب لي أي من البنات قالت فصرخت بي فأتيتها أي نادت عليها قالت لا أدري ما تريد بي قالت فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي هي جاء التجري فما زالت تنهج كالذي يجري قالت ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فكلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر أي خير حظ ونصيب قالت فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني أي أعددن عائشة كما تعد العروس قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى أي بعد الضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين رضي الله عنها هكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم عقد عليها وهي بنت تسع سنين عقد عليها معذرة ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين المبحث الرابع في الدرسنا اليوم من فضاء العائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أرى أنك في سرقائي في كماش قطع من جلد أو حرير ويقول أي الملك هذه مرأتك فأكشف عنها فإذا هي عنتي فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضه ورؤية الأنبياء صدق وفي رواية أريتك في المنام ثلاث ليال ويقول جاء الملك يقول هذه ذوجتك في الدنيا والآخرة ثانيا نزل القرآن ببراءتها من فوق سبع سماوات قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الآيات إلى قوله تعالى لو لفضل الله عليكم ورحمته أن الله رغوف الرحيم ستأتي معنا إن شاء الله حادثة الإفك بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب ثالث ثالثا نزل جبريل فأقرأها السلام تقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله يوما يا عائش هذا جبريل يكرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى أي هي لم ترى جبريل تريد رسول الله أنه رأى جبريل وهي لم تره كذلك رابع من خصائص عائشة ومن فضائل عائشة رقم أربعة رقم أربعة ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة غيرها عن عروة ابن الزبير قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فأكل يا أم سلمة والله إن الناس تحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أي يوم سواء كان عند عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عند غيرها أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلامة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف مرأة من كنا غيرها قال الذهبي هذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها صلى الله عليه وسلم خامسا لها فضل عظيم على سائر النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد الطعام المتخذ من اللحم والخبز وما شبه ذلك ساجسا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة قالت فتكلمت أنا فقال أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة قلت بلى والله قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في سكرات الموت إنه ليهون علي أني رأيت بياضك في عائشة في الجنة رضي الله عنها انظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يوم أحد مع أم سليم وإنهما لمشمرتان يقول أنس أرى خدم سوقهما أي الخلاخلة التي تلبسها النساء في أسفل القدم تنقزان القرب على موتونهما تحملان القرب ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجئان وهكذا كانت تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسقي العطشة يوم أحد مع أم سليم وغيرهما من نساء المؤمنين وهذا طبعا قبل نزول الحجاب لها بركات أخرى كثيرة منها قصة التيمم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش كله يبحث عن عقد عائشة وأقام الناس معه وليس على ماء أي ليس معهم ماء يكفي فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي عائشة قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فليمنعني من التحرق إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا انظروا بركة عائشة قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أي هي مصبوك بغيرها من البركات الكثيرة قالت وفي رواية قال جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك وللمسلمين فيه خير في رواية إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة قالت وفي رواية قال لها أبوها أبو بكر والله ما علمت يا بني إنك لمباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر قالت عائشة فبعثنا البعير أي قام البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته رضي الله عنها كذلك مغفرة الله جل وعلا ذنوب عائشة ما تقدم منها وما تأخر قالت عائشة رضي الله عنها لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت قالت فضحكت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك سعادة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيصرك دعائي فقالت وما لي لا يصرني دعائك قال والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة بأبي أنت وأمي يا رسول الله كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر من غيرها وملاعبته إياها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قال قلت ثم من قال عمر فعد رجالا قال الذهبي هذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيب أي يحب عائشة ويحب أبا بكر وعمر وهؤلاء يكرهم الروافض قبحهم الله تقول عائشة رضي الله عنها وكان يوم عيد يلعب السودان أي الشباب الصغير الذي يلعب بالدرك والحراب ما يشبه السرك الآن فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم قالت فأقامني وراءه خد على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده قالت حتى إذا مللت قال حسبك قالت كلت نعم قال فاذهبي انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عائشة ويطلب منها أن تشاهد معه هؤلاء الذين يلعبون في السرقة في يوم العيد تقول عائشة رضي الله عنها كان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل تقمعن قالت فيسربهن إلي فيلعبن معي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبد أي ليست سمينة فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أصابقك قالت فسابقته فسبقته سبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسكت عني حتى إذا حملت اللحمة وبدنت ونسيت قالت وخرجت معه في بعد أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي تعالي حتى أسابققي فسابقته فسبقني فجعل يضحك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه بتلك انظروا كيف كان يعامل عائشة رضي الله عنها وعن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أي سبها أو يعني رفع صوته عليها يقول أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويتردها ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها قال فأذن له فدخل فقال أبو بكر يا رسول الله أشركان في سلمكما أي أنتم الآن في سلم حالة سلم أشركان في سلمكما كما أشركتمان في حربكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قد فعلنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت استعذر أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعذر أبو بكر من عائشة ولم يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالها بالذي نالها فرفع أبو بكر يده فلطمها وصك في صدرها اضربها ودفعها في صدرها فوجد من ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر ما أنا بمستعذرك منها بعدها أبدا انظروا أبو بكر تناولها وضربها ودفعها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها كذلك ذكر الأمر بمحبة عائشة إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحبها هكذا قال ابن حبان في صحيحه وروا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين أي جماعتين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلم وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فتكلم حزب أم سلم فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نساءه فكلمته مسالمة بما قلنا فلم يكن لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها فكلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يكن لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلمه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لتؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب مرأة إلا عائشة قالت فأتوب من ذلك يا رسول الله أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضجع في مرت عائشة فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت عائشة وأنا ساكتة قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين ما أحب فقالت بلى قال فأحب هذه فقالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن أزواك أن شدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لو كلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسامين أي تقارب عائشة منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب انظروا إلى صدق عائشة وإلى طقواها تقولوا لم أرى قط امرأة خيرا في الدين من زينب وأطقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثور أي حدة من حدة كانت فيها تصرع فيها الفيئة أي أن زينب عائشة رضي الله عنها زكتها تزكية عظيمة إلا أنها كان امرأة فيها حدة قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فآذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك أسألنك العدل في ابنة أبي كحافة قالت ثم وقعت بي أي أسأت إلى عائشة فاستطالت علي وأنا أركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأركب طرفه هل يأذن لي فيها قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر أي تنتصر لنفسها قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها أي عائشة غلبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر وعن أنس النجارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق أي الماء الذي فيه اللحم فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه أي عائشة معي فقال الفارسي لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فقال الفارسي نعم قال فقام يتدافعان حتى أتي منزله أن يمشي كل منهما في أثر الآخر رضي الله عن عائشة كذلك قال العلماء ذكر العلامة التي بها كان يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم رضى عائشة من غضبها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمدا وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك رضي الله عنها كذلك ذكر السبب الذي من أجله كانت عائشة تكن بأم عبد الله عن عائشة قالت لما ولد عبد الله بن الزبير ابن أسماء ابن أختها أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل فيه أي في فمه فكان أول شيء دخل جوفه وقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله فما زلت أكن بها وما ولدت قط كذلك سلامة صدرها وخلق العدل والإنصاف عندها رضي الله عنها سيأتي معنا إن شاء الله وتعالى قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويريا بنت الحارث قالت عائشة فتسامعا الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويريا فأرسلوا ما في أيديهم من السبي أي الذي وقع في أيديهم من السبي فأعطكوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فمرأين امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعطق في سببها مئة أهل بيت من بني المستلق وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله تعالى ومر معنا قصة أن عائشة رضي الله عنها لما تكلمت في حق زينب بنت جحش ومدحتها رضي الله عنها كذلك عائشة رضي الله عنها كان في مسألة الفتنة التي حدثت في خلافة عثمان ثم بعد ذلك بين علي ومعاوية وما شبه ذلك وكان الرجل الذي قتل أخاها محمد بن أبي بكر هو معاوية بن خديج رضي الله عنه فيقول عبدالرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت ممن أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غازاتكم هذه وقد قد خرجوا في جهاد وهو معاوية بن خديج رضي الله عنه فقال عبدالرحمن رضي الله عنه ما نقمن منه شيئا إن كان ليموت للرجل من البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة أي مدح القائد معاوية بن حديج وهذا الذي قتل محمد بن أبي بكر أخا عائشة فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول يقول في بيته هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به أي عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك مع كون هذا الرجل هو الذي قتل أخها والأخبار في هذا كثير لعائشة قالت أيضا في حق ميمونة رضي الله عنها ذهبت والله ميمونة ورمى الله بحبلك على غاربك أي لابن أختها أما إنها كانت من أطقان لله وأوصلنا للرحم كذلك قبض الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بين سحرها ونحرها أي على صدرها رضي الله عنها ودفن في بيتها وجمع الله بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حياؤها قالت عائشة كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي أي أبو بكر فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وكانت عائشة رضي الله عنها ما ماتت حتى كانت تصوم الدهر وكانت لتمر على مكان أبي لهب الذي مات فيه إلا استطرت بثوبها حتى تجوزه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها كما مر معنا كذلك كانت عائشة رضي الله عنها كريمة وجودها وكرمها كان واسعا يقول عبد الله بن الزبير ما رأيتم رأتين أجودة من عائشة وأسماء أي أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله ابن الزبير قال وجودهما مختلف أي كرامهما مختلف أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمة أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد كذلك معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة بمئة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا فقالت لها بريرة أنت صائمة فهل لبتعت لنا بضرها من لحمة قالت عائشة لو أني ذكرت لفعلت كذلك سعة علمها في الشرع واللغة والطب وغير ذلك عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاس أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازة سعد في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن أي حجر النساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين على سعد لكرمه وفضله رضي الله عنه أخرج من باب الجنائذ الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائذ يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسوله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد بيّنت للصحابة وكانت أعلم رضي الله عنها عن أبي موسى الأشعري قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله سلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما قال مصروق رضي الله رحمه الله كانت عائشة تحسن الفرائد الفرائد أي الموريث قال والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائد وعن آموسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة أي اللسان قال عروة يقول لخالته عائشة يا أمتاه لا أعجب من فهمك أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو قال عروة فضربت على منكبه وقالت أي عرية يعني تصغر اسمه هو ابن أختها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصقم أي يمرض عند آخر عمره أو في آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات أي في الطب وكنت عالجها له فمن ثم علمت كل هذا رضي الله عنها قال معروف الرصافي أأم المؤمنين إليك نشكو مصيبتنا بجهل المؤمنات أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كانت أيضا زاهدة رضي الله عنها مع علمها وتقواها وغير ذلك فإذا جميلة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران أي في المجمل وليس معنى ذلك أن مريم ابنة عمران أخذت كل هذا ومريم كانت أفضل من عائشة على الصحيح والله أعلم لأنها من سيدات نساء العالمين الأربعة على الراجح من أكوال أهل العلم لكن عائشة تقول أعطيت تسعا ما هي التسعة قال لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري الثالثة قالت ولقد قبض ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجري الرابعة ولقد قبرته في بيتي أي قبر النبي سبحانه سلم في بيتي ولقد حفت الملائكة بيتي قالت وإن كان الوحي ينزل عليه في أهله فتفركون عنه وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه قالت وإني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء أي حديث الإفك وقد خلقت طيبة وعند طيب أي النبي صلى الله عليه وسلم ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما المبحث الخامس الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها أولا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بوحي من الله عز وجل كما مر معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أريدك في المنام مرة وفي مرتين وفي رواية ثلاث يقول الملك هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فأقول إن جكو هذا من عند الله يمضي إذن تزوج نبي صلى الله عليه وسلم عائشة بوحي من الله ثانيا لم يعرض أحد من المشركين كلهم زواجا نبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهم حاولوا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه فكيف يسكتون عن شيء مثل هذا فدل ذلك على شهرة الأمر عندهم ثالثة لم يكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بطلب منه بل اقتراح من خول بنت حكيم كما جاء في الحديث السابق وهذا أيضا يضل على شهرة الأمر عند العرب في مثل هذا السن رابعا عائشة رضي الله عنها كانت بالفعل مخطوبة لابن مطعم ابن عدي كما مر معنا وهذا أيضا دليل على شهرة الأمر عند العرب أنها كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خامسا من الناحية الفيسيولوجية والطبية الطب الحديث يشهد أن بلوغ النساء يختلف من فتاة لأخرى ومن بلد لأخرى وهذا تبعا لاختلاف الهرمونات عند كل فتاة وكذلك هذا يتأثر بحرارة الجو من مكان الآخر فالبلدان الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة تبلغ فيها الفتاة عادة سن المحيض قبل البلدان الأكثر برودة هذا معروف طبيا كما أنه مشاهد عمليا عائشة رضي الله عنها تعيش في بلد حار أخيرا أقول لكل أعداء الإسلام موتوا بغيظكم فالله الذي يدافع النبي صلى الله عليه وسلم وكيدكم هذا لن يعود إلا عليكم والله متم نوره ولو كره الكافرون المبحث الساجس ذكرنا أقوال العلماء كما نقلنا عن الناوي وقت زفاف الصغيرة المزوجة والمطخول بها وأيضا هذا يختلف من مكان الآخر ومن بنت الأخرى على حسب طاقتها المبحث السابع أيهم أفضل خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها العلماء اختلفوا في الأمرين يقول ابن تيمية سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين قال وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبلغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها ممن تميزت به عن غيرها هذا كلام ابن تيمية وأياده ابن القيم ابن كثير قال مسألة تنازع فيها العلماء والرافضة يقولون بكلام وأهل السنة يقولون بكلام واختلف أهل السنة يقول ابن كثير الحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب أن يقول بما عنده هكذا يقول الإمام ابن كثير الذهبي رحمه الله تعالى يقول أنا واقف في أيتهما أفضل قال الحافظ العراقي وهن أفضل نساء الأمة دعفن في الأجر وفي الأمة وهن أفضل نساء الأمة دعفن في الأجر وفي العقوبة أفضلهن مطلقا خديجة وبعدها عائشة الصديقة هذا الذي قاله العراقي الذي تميل إليه نفسي وهو تفضيل خديجة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام أو شرب أو طعام فإذا هي أتتك يا رسول الله كذا قال جبريل فكر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة لا قصب فيه ببيت في الجنة معذرة من قصب أي من لؤلؤ لا صحب فيه ولا نصب كما مر معنا أما هذا في حق خديجة أما في حق عائشة فقال جبريل يا رسول الله هذه عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فإذا جاء النص بالسلام عليها من ربها هي خديجة وأما عائشة فجاء النص بالسلام عليها من جبريل فقط أما خديجة فمن الله ومن جبريل وأقول لا شك أن في كل الخير وكل أزوجاته فضليات وَهُنَّ أُمَّهَاتُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَاللَّهُ أَلَمْ كذلك كل شيء عنده بمقدار النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة وكانت ثيباً واختلف في سنها كما مر معنا وتزوج من عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة وبكراً عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين الله عز وجل لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بولد من عائشة البكر وأرزق الله عز وجل الولد من خديجة لنعلم أن كل شيء عنده بمخضار والله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير فالولد هبة من الله لا شأن للمرأة به سواء كانت مرأة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة نسأل الله من فضله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا المتقين أماما المبحث الثامن مواقف من حياة عائشة رضي الله عنها كيف أهلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها هي تبكي فقال ما يبقيك قالت وما شأنك قالت قلت لا أصلي أي نزل عليها الحين فقال لا يضيرك إنما أنت مرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكون في حجتك فعسى الله أن يرزككيها قالت فخرجن في حجته حتى قدمن منه فطهرت ثم خرجت من منه قالت فأفضت بالبيت قال ثم خرجت معه في النفر الآخر أي هو رابع يمن حتى نزل المخص بمكان ونزلنا معه فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني أي أنتظر وهكذا تمرت عائشة رضي الله عنها وهذه حقيقة عمرة لمن كان له هذا العذر أما الناس الذين يذهبون إلى التنعيم ثم يعتمرون ثم إلى التنعيم ويعتمرون هكذا مرة واثنين وثلاث وأربع في سفر واحد فلا نرى عليه دليلا من أهل العلم والله أعلم كذلك عائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قالت كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسحى عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه قالت تفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنها كانت أعظم بركة من يدي وقالت وكلت مرة وهي ترقيه أذهب البأس رب الناس قالت فانتزع يده من يدي وقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد كذلك عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول فمن سفهي وحداثة سني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري قالت ثم وضعت رأسه على وسادة وكمت ألتدم مع النساء وأضرب بوجهي هنا سؤال كيف ضربت عائشة وجهها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حاولت الفرق الضالة من الشيعة والروافد وغيرهم استخدام هذا الحديث إما في الطعن على عائشة رضي الله عنها أو في الدفاع عن ضلالهم في لطن الخدود للتباكي المزعوم على الحسين الشهيد رضي الله عنه الجواب هنا يأتي من كلام عائشة قالت فمن سفهي وحداثة سني إذن عائشة رضي الله عنها أقرت بالخطأ وذكرت سببه وهو حداثة السن وهول الصدمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التئب من الذنب كمن لا ذنب له وأهل السن لا يقولون بعصمة أحد غير الأنبياء حتى ولو كان من الصحابة وأمهات المؤمنين والحمد لله رب العالمين حاول بعض العلماء الدفاع عن عائشة في هذا الباب والحقيقة أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أنها أخطأت ختابت من هذا الذنب والتئبون الذنب كمن لا ذنب له والله أعلم كذلك موقفها رضي الله عنها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة فكل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم تأكدنا من هذا الأمر لما عائشة رضي الله عنها بيانت لهن هذا الأمر وهي أفقه نساء أمة كما مر معنا كذلك عائشة لها مواقف كثيرة في الجود والكرم منها أنها يعني موقفها من عبد الله بن الزبير لما غضب أنها تنفق المال فقالت والله لو أكلمه أبدا وحتى تدخل بعض الصالحين من الصحابة كالمصور وعبد الرحمن بن الأسود يشفعنا لعبد الله بن الزبير حتى رضيت عنه وهي تبكي رضي الله عنها وكانت قد نظرت أن تكلمه فأعتقت في نذرها هذا أربعين رقب وكانت تذكر نظرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها قمارها رضي الله عنه كذلك وقعة الجمل عائشة رضي الله عنها تقول إني رأيتني على تل وحولي بقر تنحر أي تذبح فقال لها مصروق لئن صدقت صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة قال تعوذ بالله من شرك بئس ما قلت فقلت لها فلعله إن كان أمرا سيسوئك فقالت والله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أفعل ذلك وهنا عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع الزبير بن العوام وطلح عبد الله بن الزبير في قصة الجمل جمل عائشة وهي تريد وخرجت تقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت في قصة الفتنة مع علي وهنا يرجع إلى كتاب القول المبين في فضل العشر المبشرين وتاريخ القلافاء الراشدين والكلام عن الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وما حدث بين علي وفي خلافته بين علي وبين الطلح والزبير من جهة وبين علي ومعاوية من جهة هذا كله ذكرناه بشيء من التفصيل المهمة عائشة رضي الله عنها خرجت تريد الخير وتريد الإصلاح واجتهدت في هذا الباب وإن كانت أخطأت وكلنا أنها ليست معصومة عائشة رضي الله عنها وهي في الطريق بلغت مياه بني عامر فنبحت عليها الكلاب وهي في ركب مع الصحابة ومع ابن أختها عبد الله بن الزبير فقالت أيما إن هذا قالوا هذا ماء الحوء بمكان قالت ما أظنني إلا أني راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحدى كن تنبح عليها كلاب الحوء في رواية قال لها الزبير ترجعين عصى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس وفي رواية عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه لي تشعر أن يتكن صاحبة الجمل الأدبب وصف الجمل تخرج فينبحها كلاب حوء يقتل عن يمينها وعن يسارها قتل كثير ثم تنج بعدما كادت هنا الرواية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عائشة نجد بعدما قادت أن تهلك وعائشة رضي الله عنها ندمت على خروجها فقد قالت رضي الله عنها إذا مر ابن عمر فأرونيه فلما مر ابن عمر قالوا هذا ابن عمر فقالت يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري قالت رأيت رجلا قد غلب عليك يعني ابن الزبير ابن أختها قالت أما إنك وظلنت أنك لا تخالفينه فقالت أما إنك لو نهيتني ما خرجته وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ادفنوني مع أزواجه وهذا الحدث كما قال الذهبي مسيرها يوم الجمل ندمت رضي الله عنها وتابت وما خرجت إلا متأولة قاصدة للخير ترجو أن يصلح الله على يديها بين الناس اجتهدت كما اجتهد طلحة والزبير وجماعة من الصحابة ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك معنا شيء آخر وهو الشيعة لعنهم الله وخبحهم الله يستخدمون حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا أي في نجد قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلاز والفتن وبها يطلع قرن الشيطان يقول هذا ثلاث مرات في رواية قال ألا إن الفتنتها هنا يشير إلى المشرق إلى بيت عائشة الشيعة استخدموا هذا الحديث ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى المشرق إلى بيت عائشة هكذا قال الراوي فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن الفتنة تخرج من بيت عائشة وهذا عجيب هذا كذب عجيب كل الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق إلى نجد حيث يطلع قرن الشيطان قال البني وترك الحديث متضافرة على أن الجهة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي المشرق وهي على التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات فالحديث علم علم من أعلام نبوته فإن أول الفتن كانت من قبل المشرق كان ذلك سابا للفرق بين المسلمين وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة كبدعة التشيع والخروج وغيرها وقد روى النبي البخاري وأحمد عن ابن أبي نعم قال شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل الذباب فقال يا أهل العراق تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا يقول الألباني وإن من تلك الفتن طعن الشيعة وإن من تلك الفتن طعن الشيعة في كبار الصحابة كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء فقد عقد عبد الحسين الشيعي المتعصب في كتابه المراجعات فصولا عدة في الطعن عليها وتكذيبها في حديثها يقول الألباني هذا نقلا عنه ورميها بكل واقعة بكل جرأة وقلة حياء مستندا في ذلك للأحاديث الضعيفة والموضوع وقد بينت قصما منها في الضعيفة مع تحريفه للأحاديث الصحيحة وتحميلها من المعاني ما لا تتحمل كهذا الحديث الصحيح فإنه حمله فد فوه وشلت يداه كذا يقول الألباني على السيدة عائشة رضي الله عنها زاعما أنها الفتنة المذكورة في الحديث يقول الألباني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة معتمدا في ذلك على الروايتين المتقدمتين رواية البخاري فأشار نحو مسكن عائشة ورواية مسلم خرج نبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا فأوهم الخبيث يقول الألباني القراء الكرام بأن الإشارة الكريمة إنما هي إلى مسكن عائشة ذاته وأن المقصود بالفتنة هي عائشة نفسها والجواب أن هذا هو الصنيع اليهود الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فإن قوله في الرواية الأولى فأشار نحو مسكن عائشة قد فهمه الشيعي كما لو كان النص بلفظ أفأشار إلى مسكن عائشة فأقول فقوله نحو دون إلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو مسكن عائشة أي أشار نحو مسكن عائشة ولم يقل فأشار إلى مسكن عائشة قال نحو مسكن عائشة نص القاطع في إبطال مقصوده الباطل ولسيما أن أكثر روايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق وفي بعضها العراق والواقع التاريخي يشهد بذلك يقول الألباني وأما رواية الكريمة فهي شاذة كما سبق ولو قيل بصحتها فهي مختصرة جدا اختصارا مخلا استغل له الشيعي استغلالا مرا كما يدل عليه مجموع روايات الحديث فالمعنى خرج رسول الله سعى سلم من بيت عائشة فصل الفجر ثم قام خطيبا إلى جنب المنبر عند بيت عائشة فاستقبل مطلع الشمس فأشار بيده نحو المشرق في رواية للبخاري نحو مسكن عائشة في رواية أحمد يشير بيده يا أم العراق فإذا أمعن المنصف يقول الألباني المتجرد عن الهوى في هذا المجموع قطع ببطلان ما رمى إليه الشيعي من الطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها عامله الله بما يصطح إذن النبي سعى سلم أشار نحو مسكن عائشة إلى جهة المشرق وليس أشار إلى مسكن مسكن عائشة أن الفتن من مسكن عائشة النبي سعى سلم كيف هذا قال له جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة كيف هذا النبي طيب لا يحب إلا طيبة كيف هذا لعنهم الله المبحث الأخير المبحث التاسع وفاتها وإخلاصها عند وفاتها رضي الله عنها اشتكت عائشة فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر أبيها وعن زكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها هو ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك فقال ادعني من ابن عباس ومن تسكيته فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك ولودعك قالت فأذن له إن شئت قال فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال أبشري يا أم المؤمنين فالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال وصب وطلقي الأحبة محمدا وحزبة أو قال أصحابه إلا أن تفارك تفارك روحك جسدك أنت فقط الآن مجرد أن تموتي تلقين محمدا وحزبة فقالت وأيضا فقال ابن عباس كنت أحبى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سموات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه أناء الليل وأناء النهار قال وصقطت قلادتك عقدك الكصة التي مرت معنا فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها أو في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك رخصة للناس عامة فوالله إنك لمباركة فقالت رضي الله عنها دعني ابن عباس من هذا فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا وعن عائشة قالت عبد الله بن زبير اتفني مع صاحبي ولا تتفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى رضي الله عنها كانت وفاتها في سنة ثمان وخمسين وقيل قبله بسنة وقيل بعده بسنة والمشهور في رمضان وقيل في شوال والأشهر ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان أوصت أن تتفن بالبقع ليلا صلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوترة نزل في قبرها خمسة وهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير من أختها أسماء بنت أبي بكر والقاسم وعبد الله ابن أخيها محمد بن أبي بكر وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان عمرها يومئذ سبعا وستين سنة لأنه توفي صلى الله عليه وسلم عمرها ثمان عشرة سنة والله أعلم بهذا نكون قد انتهينا من كلام عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ووالدين والمسلمين في الفردوس الأعلى ربنا يتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار اللهم إننا نسألك الهدى والطقى العفاف والغنى اللهم إننا مغلوبون فانتصر أنت حسبنا ونعم الوكين ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هفنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم إننا نسألك الهدى والطقى العفاف والغنى اللهم اغفر لنا والولدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اننا سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا يتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا